دعى منتخب كوديفور حامل لقب النسخة الماضية كأس أمم إفريقيا من الدور الأول بعد الخسارة من المغرب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما في أويهم في القولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعة الثالثة وذلك في البطولة المقامة حاليا في القابون سجل رشيد علوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والستين بهذه النتيجة توقف رصيد كوديفور عند نقطتين في المركز الثالث بينما احتلت المغرب وصافة المجموعة بست نقاط خلف الكونغو الديمقراطية المتصدرة ليتأهل أسود الأطلسي لأول مرة منذ 13 عاما إلى دور الثمانية